بتعامل مع بعض الشخصيات أحد مثلا يقول لك أنت إزاي مثلا بتتعاملي مع الحديد أو أنت مشايفة قد إيه هو أجريسيف أو حاجة بس أنت لوحدك اللي شايفة الميزة اللي فيه يعني أنا الوحدي اللي شايفة إن جواه داخلين وحد كويس جدا صحيح فبالتالي لقيت إلاها سلح زوحدين يعني زي ما أنت بتكتاش في حاجات ممكن تكون سلبية دايقك بتكتاش في حاجات إيجابية محدش يعرفها غيرك برضو فلقيت إن هي الدنيا مش وحشة من السودة قوي كده المعالج النفسي دايما بيكون فيه علاقة صداقة كمان يعني أنا مش بس رايحة الدكتورة عشان أتعالج ولا أتساعدني لا ده بيبقى فيه علاقة صداقة ممكن يحصل لي موقف في نص اليوم أحتاج أسألك عليه ممكن يحصل لي موقف مفاجئ أحتاج أرجعلك فيه أقود رأيك فيه قبل ما أتصرف فيه وقبل ما أرجع أشوفك تاني الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده كلميني شوية عن العلاقة ما بينك وما بين كل اللي بيجولك في العياد بسي أنا الأول هتحفز على صداقة ما فيه صداقة هي مش علاقة شخصية خلص هي علاقة مهنية جدا بس بقى فيها مميزات مش موجودة في العلاقات الشخصية يعني العلاقة الصداقة ممكن تنتهي في لحظة ممكن تبقى فيها قبول مشروط بحاجات معينة ممكن تبقى فيها خناقات وقمس ومشاكل العلاقة بين المعالج وبين المريد ما بتبقاش كده وهي الطريقة أنا بكلمك على الاحترافي مش على اللي ممكن يحصل في الواقع ما فيه مشاعر في القصة ما فيه مشاعر وفيه مفعالات بس إيجابية جدا وورد إنها تبقى سلبية تتوظف لمصلحة العلاق برضه لكن هي مش صداقة يعني الفكرة إن المعالج مش مفترض إنه يبقى متحته للوقت للمريد متاح في أوقات معينة لو حالة في عندها مشاكل مثلا زي ميول انتحارية فطبيعي إن سواء الطبيب أو الأخصائي لازم يبقى عارف إن دي حالة طرق لازم يبقى متواجد متواجد ليها بالضبط إنه ممكن إننا نعمل مكلمة أو هي تتوصل بالطريقة للمعالج يفضلها في وقت معين عشان هو نتحاشة إنه ممكن يبقى فيه أي يعني كشكل من أشخال المتابعة للمريد لكن المعالج مش متاح زي الصديق طول الوقت يعني مش ما يطلع في دماغها تكلمني أو هو يطلع في دماغها تكلمني هيقدر يكلمني لأن يعني طبيعي إن أنا عندي مرضى تانين وعندي شغل تاني وعندي حياة شخصية أي فطبيعي جدا إنه ده يبقى مقنن وده على فكرة مش كلامي أنا ده ده الصح يعني العلاج لازم يمشي بقواعد فهو لازم إنه يبقى فيه علاقة مهنية وإنه ما يبقاش متاح تقول للوقت ولازم يبقى فيه اتفاق على إزاي في النص لما نحب لما حب ألجأ للمعالج ده هيتم إزاي وده بالاتفاق بين همما الاتنين جميل تعالي نتكلم شوية عن نصف حياة أوكي نصف حياة ده كان فصلا من الفصول اللي عندك في الكتاب اشمعنا اخترت نصف حياة احنا بنحاول نختار يعني الأقرب لنا ولمشاهد وخلينا نتكلم شوية عن نصف حياة تحديدا لأنه اسمه ملفت كمان الحقيقة في حد ممكن بيكون عايش نصف حياة أو نصف حياة طبعا فيه كتير عايشين نصف حياة ده طبيعي جدا بس في القصة دي بالتحديد كنت بحاول يعني ألقي الدوء على أزمة منتصف العمر بالنسبة للستات أكتر هي طبعا موجودة بالرجالة والستات بيواجهوها بس أنا كنت أقصد أن أنا يعني أصلت يمكن أن تحيص بقا معرفش يعني بس الستات فعلا بتبقى يعني مجهدة وتعبنة جدا في الفترة دي فنصف حياة اللي هو أنا في نصف حياتي مش عايشة نصف حياتي لا في نصف حياتي بالضبط في حاجات فاتت وفي حاجات جاية فمرتبكة أيوة زي المراهقين كده لأنا طفل وعلى فكرة المرحلة دي شبه المراهقة جدا لأنا طفل ولأنا راجل كبير أو أنا شاب فحتى في اللبس هو مش عارف يلبس ازاي مش عارف يتصرف ازاي برضو الست والراجل في المرحلة دي بيبقوا كده لأنا شاب ولا مسن فبرضو الدنيا مربكة اللي هو عارفة يعني بتبقى شوية نفسيتها مش مستقر إيه نوعية القصص اللي أثرت فيك أكتر أو إيه شكل القصص اللي سمعتيها بجد أثرت فيك كمعالج نفسي قصص سمعتها مش قصص بعينها قدمه اضطراب اضطراب يعني أنا بشوف دايما مش عايز حد من المرضى بتوعي يسمعني يفتكر أن أنا بطعطف مع اضطراب دون الآخر أنا بطعطف مع المرضى بتوعي كلهم وبكني لهم كل احترام وودي لكن أنا مثلا بتكلم على اضطراب الشخصي الحدية ده كان ممكن نقول القصة بتاعت قطار 922 طبعا إذا شفتيه طبعا هي كانت بتمثل اضطراب الشخصي الحدية اضطراب منتشر جدا اشرحيه لنا اضطراب منتشر يقال الدراسات بتقول أنه بتصاب بيه النساء أكتر من الرجال بس طبعا إحنا ما عندناش إحصائيات قوية في الموضوع ده هي بتبقى دايما مش مستقرة مزاجيا طول الوقت كل ساعة بحال عندها شعور بالرفض والخزلان والفقدان غير طبيعي فطول الوقت عندها تجيه سلب نحية نفسها طبعا ده من الطفولة حاجات حصلت في الطفولة خلتها تفتكر كده فطول الوقت شايف نفسها وحشة جسمها وحش ممكن على فكرة تتخيل جسمها بشكل غير الواقع خالص هي الوحيدة اللي شايفة كده اه ده حقيقي ولو سألت ده كاترت التجميل هيقولونك أن الحالة دي بتجي لهم تعمل عملاتهم مش بتبقى ستسفايد عن أي حاجة بيعملوها لأنها طول الوقت عنها هي مش رادية طول الوقت هي مش شايفة الحقيقة يعني هي طول الوقت بتشوف نفسها بشكل غير الواقع وده السبب في أن نسمعها حدية أو بينية لأن هي على الحفة ما بين المرض العقلي ومرض النفسي قد إيه بيبقى فيها غليان في مخها قد إيه تتخيل حاجات ممكن مش حقيقة فبيأثر على حياتها كلها وعلى علاقاتها لأن هي عندها هلع من أنها ممكن تفقد الناس اللي حواليها وممكن لما تتخيل ده لوحدها فتعمل سلوكيات مرادية تطفش الناس زيادة صحيح